يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة وسط أزمة إنسانية حادة يأتي ذلك فيما زعم جيش الاحتلال القضاء على العشرات من مسلحي الفصائل الفلسطينية رغم مرور 123 يوما على بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلا أن الوضع ما زال كما هو عليه دمار في كل مكان وخراب طال كل شيء وبرغم تعالي الأصوات المطالبة بوقف العدوان وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يئن ويعاني يواصل جيش الاحتلال قصفه البري والجوي والبحري لأنحاء متفرقة من القطاع ما خلف العديد من الشهداء والمصابين الضربات الإسرائيلية تركزت غرب مدينة غزة وشمال القطاع وفي المناطق الشرقية من خان يونس كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب ساح البحر خان يونس من جانبه زعم جيش الاحتلال أنه قتل العشرات من المسلحين الفلسطينيين وألقى القبض على عشرات آخرين خلال عملياته في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما حافظ جيش الاحتلال على بياناته اليومية بمقتل جنديين وإصابة آخرين في صفوفه دون توفر أي وسيلة تحقق من صحة هذه البيانات أو حديث عن خسائره المادية في المركبات والمعدات على الجانب الآخر وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة التي لم تسلم هي الأخرى من الاعتداءات قالت منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية أطلقت على مدى الأشهر الأربع الماضية موجة عاتية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة المنظمة الدولية أكدت أن جيش الاحتلال نفذ عمليات قتل غير مشروع بما في ذلك من خلال استخدام القوى المميتة بدون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات كما شددت المنظمة الدولية على أن القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية للأشخاص الذين أصيبوا بجروح هددت حياتهم وهاجمت أولئك الذين حاولوا مساعدة الجرح الفلسطينيين بمن فيهم المسعفون أوضاع صعبة للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أوضاع تنتظر الإعلان عن الصفقة المحتملة بين إسرائيل وفصائل المقاومة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وصولا إلى وضع خارطة طريق لإنهاء دائرة العنف الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر